افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعالية مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع للصيانة والاعتمادية 2016 الذي تنظيمه كل من الجمعية الخليجية لمحترفية الصيانة وجمعية المهندسين البحرينية تفاصيل أوفا مع الزميلة إيمان شرف مع التطور الذي يشهده سوق النفط فضلا عن التغيرات التي تطرؤ عليه هنا تبرز حاجة ماسة في أن تكون هناك أدوات سلامة ذات جودة عالية تتواكب مع هذا التطور المستمر فالصيانة تعد واحدة من بين هذه الأدوات التي لطالما أولت الدول الصناعية والمنتجة للنفط تحديدا اهتماما بالغا بأنواع الصيانة الثلاث الوقائية والتنبؤية والصيانة الاستباقية الهادفة إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات سيانة المعدات في قطاع النفط مهمة جدا لضمان استمرارية العمل إن كان في إنتاج النفط أو كان في التوصيل أو إذا رحنا في التكرير كذلك ربحية المشروع يعتمد على مقدار الصيانة التي تكون فيه لذلك نجد الآن تركيز كبير جدا في هذا القطاع في السابق كان قطاع منسي ولكن اليوم أدركت الشركات العالمية والشركات المحلية أو اللي في المنطقة على أهمية موضوع الصيانة والمحافظة على الأصول والمنشآت مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع للصيانة والاعتمادية يعقد كل عامين ليؤكد على أهمية الصيانة ودورها البارز في تشغيل المصانع والمحافظة عليها من الانهيار وأن منطقة الشرق الأوسط تبقى منطقة رئيسية لتصدير النفط الخام وأن فهم المؤسسات النفطية للمخاطر واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن تسهم في وضع هذه المؤسسات في موقف نجاح المؤتمر هذا يأتي في ظروف قاسية بالنسبة للاقتصاد العالمي والخليجي والاعتماد على البترول وصناعات في دول الخليجي العربي كبير فبالتالي الارتقاء بالانتاجية تعتمد اعتماد كثير على أداء الآلات الموجودة في المصانع والمعامل في المصانع استقطب المؤتمر كبريات الشركات النفطية والصناعة العالمية في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ركز على أهمية استخدام التقنيات الصيانة في حقل النفط والغاز والصناعة في منطقة الشرق الأوسط والتعرف على أحدث الاختراعات والتقنيات يعتبر مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصيانة والاعتمادية فرصة سانحة للكثير من الشركات المحلية والخليجية العاملة في مجال النفط والغاز للاستفادة من أخر المسجدات والتقنيات في مجال الصيانة والاعتمادية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين